موسيقى زي ما كنت بقول للزميلة هبة في الأخبار هنا بأنه لا هواء هو ده اللي احنا حاسينه الجو تغير يعني دايما الناس تنتظر في نهاية شهر سبتمبر أنه الجو بقى يبدأ يبقى لطيف والحرارة تنزل ونبدأ نسمع بقى عن أجواء اللي هو 24 بالنهار 25 والليل يخش في 16 يعني شوية أو حتى 20 ولكن يبدو أنه درجات الحرارة مستمرة حتى الأسبوع القادم بإذن الله وده اللي بيأكد لنا على التغير المناخي يعني حنقول مثلا أن احنا عندنا أهلينا المزرعين يقولك في سبتمبر بتبقى فيه زمتة للبلح مثلا ما بيطلع على النخل لكن يبدو أن هي تغير في درجات الحرارة بشكل كبير مش بس في العالم وده السبب اللي خلى مصر حريصة تماما وزي ما تبعنا النهاردة في نشرة الأخبار بدء الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ اللي حيكون في شرم الشيخ بإذن الله واللي حتتوافد عليه الدول من أجل أن تمد اليد أيضا لهذا التغير المناخي اللي بيأثر مش بس على دول بيأثر على قرات كبيرة اهتمام مصري بهذا الموضوع بيخليها كمان تعمل طول الوقت على مشروعات علشان تغير فيه إنتاج الطاقة وتبقى الطاقة الخضراء اللي نقدر من خلالها نقلل الإنبعاسات والحرارة وتحس أن أنت بجد لما هيجي لك جو زي سبتمبر أو زي أكتوبر تحس أن الجو بدأ خريف يعني أنت إذا كنا بنتكلم إحنا على المواسم بالتاريخ وباليوم نحن دخلنا فصل الخريف ولكن أكيد ده مش الخريف لأنه درجات الحرارة يعني ممتدة إلى فصل الصيف أو فصل الصيف ممتد إلى الخريف وهذا هو التغير طيب خلونا نبدأ معاكم اليوم فقرات برنامج التاسعة ونبدأ بهذا التقرير هذا التقرير الحقيقة تقرير لمجهود كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طول الوقت مع يعني القادرون باختلاف ولدنا وأحبأنا ومش بس كده كنا دايما بنتابع كل الاحتفالات اللي كان بيشهدها سيادة الرئيس وكان الاحتفال تحت عنوين كثيرة ولكن كان ما يهم سيادة الرئيس طول الوقت أنه يكون موجود بقلب وبإنسانية وبروح وأيضا بقيادة الدولة وكانوا الشباب والولاد طول الوقت بيبقوا في سعادة غامرة وكلمات السيد الرئيس دايما كانت تغلف بهذه الكلمات بأنني في أسعد أوقاتي وأنا معكم في الاحتفال وأنا أتابع أخباركم وأنا أؤكد على نشاطاتكم وأنا أقر أيضا أشياء من أجل القادرون باختلاف وذوي الهم اليوم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم الجائزة الدولية للأولمبيات الخاص وذلك خلال استقبال ووفد من رؤساء الأقليم العالمية السبعة للأولمبيات الخاص الدولي وهذه الجائزة بتعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء لما قدموا من رعاية وأيضا رعاية كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا أيضا لما يقدم سيادته من دعم لهم في طول الوقت في أشياء كثيرة جدا في السياق آخر أيضا عقد السيد الرئيس اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة تشكا بجنوب الوادي وذلك في إطار استراتيجية الدولة زيادة رقعة الأراضي الزراعية وزي ما أنتم عارفين نحن تبعنا كثير هنا في التاسعة بأن هذه المشروعات الكبيرة في تشكا تبعنا أيضا حصاد القمح وتبعنا الزراعات المختلفة وأعتقد أن هذا التوسع الكبير هو توسع اقتصادي كمان وتوسع فيه أمن وتوسع فيه إعادة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر تعالوا معنا نتابع هذا التقرير ثم نعود ونستكمل معكم بقي فقراتنا تفضلوا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولية بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحا بقصر الاتحادية من جانبه أكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولية والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة تشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة تشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل طبعا خلونا نرجع تاني لخبر تتويج السيد الرئيس اليوم بجائزة الأولمبيات الخاص والحقيقة الجائزة دي أنا بعتقد أن هي أقل شيء ممكن تقديمه لشخص الرئيس لأنه يبذل قصار جهده زي ما قلت لحضراتكم في البداية يعني كنا بنتابع كلنا من خلال الحفلات الرائعة اللي كانت بتبقى موجودة ليه قادرون باختلاف أولا يعني الحالة الجميلة الإنسانية والنفسية اللي على الشباب والأطفال اللي بتبقى موجود إحساسه بأنه شخص مقدر في هذا المجتمع وأنه شخص عنده ما يقدمه وعنده ما نفخر به في هذا المجتمع كلمتهم البسيطة حتى وقفهم جنب الرئيس بتلقائية بحب إحساسهم بأنه الرئيس واحد منهم وأنه الرئيس أب ورئيس وأخ ويعني طول الوقت الحقيقة الشباب والأطفال يتعاملون أيضا مع الرئيس بمنتهى العفوية والتلقائية والحب وينتظرون يعني أنا عارفة كويس قوي أنه هذه الاحتفالات ينتظرها طول الوقت ذوي الاحتياجات الخاصة بحب وكل شخص فيهم وكل طفل فيهم بيبقى عايز يقدم أحسن ما عنده وبيبقى اتدافع أنه الرئيس هيبقى موجود وأنه هيتكلم قدام الرئيس وأنه هيقترح قدام الرئيس وأنه هيغني وأنه هيبقى فخور وأنه أهله هيبقوا يعني فخورين به طول الوقت طبعا هذا التتويج يستحق بالفعل سيادة الرئيس ويستحق أيضا كل من قام في هذا الاتحاد خلينا ناخد هذه الكلمة من المهندس هاني محمود رئيس اتحاد الأولمبيات الخاص مساء الخير يا فندم مساء الخير على السادة المشاهدين مساء الخير يعني هذه الجائزة التي تمنح للرؤساء والملوك وأصحاب الأياد البيضاء وأعتقد السيد الرئيس يعني بذل الكثير هو وأيضا اللجنة وكل من قام في هذه الاحتفالات والمجهود اللي بيبذل مع أولادنا وشبابنا من القادرون باختلاف تفضل تفضل لي فندم الحقيقة الأولمبيات الخاصة الدولية هي مؤسسة دولية موجودة في حوالي 180 دولة على مستوى العالم وهي مسؤولة عن رعاية دول العقل الزهنية رياضيا واجتماعيا ونفسيا وأسرهم كمان هذه المؤسسة بقالها حوالي 54 سنة موجودة وبتعمل في مجال رعاية دول العقل الزهنية كل سنة بيبقى فيه اختيار لشخصية عالمية أو شخصية عامة شخصية واحدة كل سنة بيتم تكريمها بهذه الجائزة لمجهوداتها في رعاية دول العقل الحقيقة الملفة بتاع السيد الرئيس اللي تقدم نال إعجاب طبعا فيه أكثر من مرشح متقدم من دول مختلفة لكن هذا العام تم اختيار فخامة الرئيس عبدالسان السيزي الحقيقة بإجماع يعني عرفنا على الاختيار يعني بنود الاختيار حاول الله حبارك فضل الفترة حكم السيد الرئيس أنا بشتغل مع دول العقل الثانية من 2003 يعني تقريبا 20 سنة اللي حصل في كم سنة الأخيرة دي ما حصلش في تاريخ مصر لدول العقل أول حاجة تم إصدار قانون خاص لحماية دول العقل الثانية وبيعطيهم بعض المميزات اللي ما كانتش موجودة قبل كده وبيحميهم من التنمر وبيجرم أي حد يتنمر عليهم فده قانون كامل أحنا بنعتبره يعني مثال لقوانين حماية دول العقل على بستوى العقل ثانية حاجة فخامة الرئيس أمر بإنشاء صندوق لرعاية دول العقل هذا الصندوق بيمول من جهات مختلفة عشان يدفين فلوس نقدر نصرف بيها على بعض الحالات ونقدر نقف جنب أسر دول العقل في الأوقات اللي هم محتاجين إن احنا نقف جنبهم وده برضو حاجة مش موجودة في بلاد كتير في العالم إنه يبقى فيه صندوق مخصص برعاية دول العقل مخصص ليهم وأيضا مخصص لكل الأنشطة ونقدر نقول كمان كل الأشياء اللي بتقدم ليهم يعني في نفس الوقت تمام بالضبط كده الحاجة الثالثة فخامة الرئيس كل سنة بيحضر الاحتفال السنوي اليوم العالمي لزاوية العقل اللي بيقى شهر نوفمبر ومش بس بيحضر لكن كمان بيستمع لطلبات ومقترحات زاوية العقل وتاني يوم يبدأ التنفيذ فيها يعني كعلا لو حضرت متابعة هذه طبعا متابعة جدا فخامة الرئيس بيحضر وبيدي فرصة لكل زاوية العقل هم يتكلموا يقترحوا حاجات وبنفاجأ بعدها على طول أن فيه التنفيذ لهذه المقترحات بدأ ووصلنا المهاردة الحمد لله أن بقى فيه يعني منظومة كاملة لإحماية الدولة العقل الحاجة المهمة كمان لما رئيس الدولة بيعطي هذا الحقيقة المفضوع بيمشي بقى في كل أنحاء الدولة يعني دايما الرئيس أو القائد لما بيهتم بملف معين أو بقضية معينة ده بينعكس على كل الوزراء وكل الهيئات الموجودة فإحنا وجدنا من أول من رئيس ابتدى يهتم بهذا الملف وهو ملف أو في نفس الوقت سنة 2018 عملها عامل زو العقل فدي برضو كانت من الحاجات كانت من الحاجات الجميلة فالنهارده فالنهارده بخبرتي 20 سنة بشتغل في هذا المجال أو بساهم في هذا المجال الناس كلها تغيرت دلوقتي بعد ما لقوا أن فخامة الرئيس مهتمة بهذا الملاث مهتمة بهذه النحية الإنسانية فأصبح من الصعب بقى نتلاقي وزير أو مسؤول ما يساعدناش في خدمة النولاد دول فإحنا حسينا كناز بنشتغل في رعاية دول عقل حسينا فرق كبير في تعاون الهيئات والجهات المختلفة أكيد أنا أتمنى الحقيقة أنه الهيئات كلها تتعاون ويبقى انضمام لما يقدمه السيد الرئيس يعني السيد الرئيس يعني يولي هذا الاهتمام منذ تقلده الحقيقة بداية الحكم وهو يولي كقائد لهذه البلاد وكإنسان أيضا مؤمن بحقوق الإنسان خاصة القادرون باختلاف اللي هو ممكن أيضا أنت تخلق نوع من أنواع الاندماج الجميل وأيضا إحساسهم بأن هم يعني جزء مهم وغالي جدا على المجتمع المهندس هاني محمود رئيس التحاد الأمميات الخاص أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق ودلوقتي خلينا ناخد أيضا يعني بعض المداخلات أيضا للرياضيين اللي بيبزلوا مجهود واللي بيبقوا موجودين والهم أيضا سعداء بهذا الخبر لأنه كمان هو بيأكد على مجهودهم وعلى اللي بيقدموه مش بس هم هم وأهليهم كمان خليني أخد الرياضية ربعة رحاب ردوان مساء الخير يا رحاب مساء النور على حضرتك إزاي حضرتك عامل إيه الحمد لله إزايك أنت يا رحاب الحمد لله بخير الحمد لله أوليلي خبر تقلد السيد الرئيس هذه الجائزة وهي خاصة أيضا بكل المجهود اللي بيقدم من أجل قادرون باختلاف كلميني بقى أوليلي والله أنا أول ما سمعت كده وقريت أنا تبزدت جدا وقلت هو بصراحة يستهل أكتر من كده بكتير لأنه هو عامل معنا مجهود بصراحة جبار تأكر سبع سنوات كده هو بصراحة كان حريص على رفع حالة الوعي بحقوق زيوة الإعاقة في مصر هو أصلا عمل إصدار القانون زيوة الإعاقة في سنة 2018 وعمل زيوة الإعاقة زيوة عام 2018 بعام زيوة الإعاقة إحنا كمان إحنا اتبسطنا لأنه هو خلى المجتمع يبسلنا بنظرة تانية إحنا ما كنا مهمشين محدش بيسأل علينا محدش بيبس علينا لا هو رفعنا رفع محترمة في المجتمع خلى الناس تعرف بقالينا دور في المجتمع في كل حاجة وكمان هو عمل لنا إنشاء صندوق دعم الإعاقة وافتتح معارض بتاعية لزيوة الإعاقة ودرس المناهج اللي هي ثقافة الاختلاف واحترام الآخر ده برضو طبعا بيغير نظرة المجتمع لزيوة الإعاقة مفيش حد يقدر يبسلنا نظرة غير اللي كانوا بيبسلنا دلوقتي لا إحنا ما شاء الله بقالينا دور في المجتمع بقينا أبطال وموجودين وبنحقق وبنرفع على مصر أنا خدت وسامة جمهورية ثلاث مرات طبعا مع نسياد الرئيس طبعا أنا ببقى مبسوطة كان بيبقى أحساسك إيه أحساسك إيه أولا أنت تخديه ثلاث مرات وتبزلي المجهود ده يعني أحساسك إيه مش أنت بس أنت وأسرتك كلها يعني وأنا شايفة صورتك الجميلة هو أنت موجودة مع فخامة الرئيس أحساسك كان عامل إزاي في شرف لنا طبعا أنت تقابل أكتر يعني سياد الرئيس ده أكبر قائد في الدولة كلها طبعا شرف لنا وفخر لنا طبعا طبعا أنا ما بروح بقى مبسوطة جدا وده بيديني حافظ كبير جدا أن أنا البطولة اللي بعدها أن أنا أجيب دهب وأعمل إنجاز كبير عشان أقابل سياد الرئيس من مرة تانية ويقول شرفتين ورفعت رأسنا أنا بقى مبسوطة بحس إن أنا عملت حاجة أكيد وعيدنا إن شاء الله إن إحنا عندنا تكريم معه ريب تاني إن شاء الله أكيد يعني هو ما بيصفش لحظة كده غير لما إحنا نبقى موقودين معه ودائما ما بقى قبله بقوله دائما أن أنا مبسوطة إنه ما بيش أي احتفالية في مصر بتحدث غير لما بيكون فيها عنصر من زيول الاحتاجات الخاصة بيبقى حريصة على ذلك طبعا يوم المرأة العالمية يوم بتعيد الأم بلغاي نفسي مع الأستاذة نصر السيسي بيجي لي دعوة ببقى مبسوطة بحس أنت حسة بلدك بتقدرك طبعا بلدك بتقدرك وتقدرك لأنك كمان بتبزلي مجهود يعني أنت كمان فخر يا رحاب بتبزلي مجهود وبتعملي رياضة وتجيبي أوسمة فأكيد بلدك لازم حيكون التقدير هو العنوان اللي بتقدمه لك طول الوقت الرباعة شريف عثمان أيضا الرياضي الرباع مساء الخير يا شريف مساء الخير يا أستاذ شافك إزاي حضرتك الحمد لله أنا كويس وعليك يا شريف قولي بقى ربنا يخليك قولي كده من قلبك بصراحة النهاردة لما عرفت أنه سيد الرئيس تقلد هذه الجايزة وكلمني أنت كده من قلبك حكي لي الحكاية بصة حضرتك أنا أول ما أريد أن سيد الرئيس السلام الجايزة بتاعت اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي عارفة عارفة لما تكوني شايفة أنه حد بيعمل حاجة وما نالش حاجة عشانها وفجأة تلاقيه نال تكريم جيد أيوة أول أول إحساس حسيته أنه بجد يستهلها أيوة ويستهل أكتر منها ويستهل أضعاف أضعافها إحنا تقريبا ما كناش موجودين أيوة صورتك هي على الشاشة من وراء مع سيد الرئيس بص حضرتك الصورة دي لها قصة جميلة يحكي أولا أنا يعني السيادة الرئيس أنا حضرت معاها من أول حفل التنصيب تمام لمؤتمرات الشباب لحاجات كتيرة قوي تكرمت من سيادته وساميكم وراءة من الطابعة الأولى أربع مرات لغاية دلوقتي تقريباً أو ثلاث مرات اللي هو يعني حاجات كتير حصلت بس الصورة دي بالذات دي كان أول انطلاقة لمؤتمر الشباب 9 يناير 2016 صحيح 9 يناير 2016 ده أول كانت البداية كان في دار الأوبرا مزبوط كان في دار الأوبرا أنا كنت واحد من الناس اللي كانوا أقفين عن المنصة على المنصة وجنب الرئيس جنب السيد الرئيس وهو كانوا عملين يحفظونا أن السيد الرئيس هيطلع أفضل يلغي كلمته وبعدين هيسلم عليكم اتفاجئنا اتفاجئنا أن السيد الرئيس أول ما طلع على قال يا جماعة هو البروتوكول بيقول أن أنا أتكلم الأول وبعدين أتسلم على الأبطال بس أنا مش قادر أصبر لما أتكلم وبعدين أتسلم على الأبطال أنا مش هتكلم غير لما الأبطال يوقفوا كمبينا طبعا ودي كانت يسلم علينا دي كانت أول حاجة أول لقطة أول حاجة جميلة أول شعور جميل ونبيل من سياسته تجاه الباراليمبيكس بصفة قصة والرياضيين بشكل عام لأننا كنا رياضيين من الأوليمبيكس والفاراليمبيكس طبعا طبعا فرحان جدا وأنا وقف جنب سياست الرئيس طبعا وهو بيتكلم وبيشكرنا وبيسلم علي بإسمي عارفة عن إيه رئيس الدولة أيوة لو هو يعني أشريف ويشد على إيدك أنا عارفة الإحساس الحلو ده يعني إحساس جميل إحساس جميل قد إيه فرق معك في المجتمع أنت بتتكلم على الصورة دي من 2016 قبل 2016 قبل 2016 تقريبا ما كانش فيه معاقب يعني عفوا ما كانش فيه حقوق ما كانش فيه اهتمام بيهم رئيس الدولة اهتم بيهم فبالتالي كل مؤسسات الدولة اهتمت بيهم دلوقتي بقى فيه معارض بتقام لزولي احتاجات الخاصة صحيح دلوقتي بقى فيه وجود لزولي احتاجات الخاصة في البرلمان اللي هو أعلى مؤسسة يمكن في الدولة بعد رئيسة الجمهورية طبعا بقى فيه وجود للمعاقين في الوزرات بقى فيه وجود للمعاقين في المصالح الحكومية اي اي اقولك على حاجة يا لسه حصلة من اسبوع أو عشر ايام اقول اقول انا من عشر ايام كده كتبت على حطيت انا كنت قاعد اصلا في حالي ازاي قصة البوست ان انا كنت قاعد وفجأة جات لي رسالة على الواتساب احمد ابني مصور صورة الكتاب بتاعه هو خمسة ابتدائي وكاتب بعث لي صورة الكتاب وهو فيه صورتي الكتاب جواه صورتي كتاب لغة انجليزية ايوة وكاتب لي تحتها رسالة هندرسك يا بابا هندرسك يا بابا تخيالي كميس الفخر طبعا انا وانا صغيرة كنت بشوف في الكتب الناس الاساطير صحيح السياسيين يعني انت عارف انا سعيدة بكلامك ليه لان السعادة بين على صوتك جدا جدا وان السعادة تنتقل كمان لابنك تنتقل لأسرة تنتقل للمجتمع شوف الاهتمام قد ايه الحقيقي قد ايه ممكن يعمل فرق قد ايه انا بشكرك جدا يا شريف اتمنى لك دايما التوفيق الرباع شريف عثمان وخليني اروح تاني الى يعني الصوت جميل وايضا صوت نسائي الرباع الرياضية فاطمة عمر مساء الخير يا فاطمة مساء الخير يا جميلة الجميلات انتي الجميلة يا فاطمة وليلي بقى يا فاطمة 2018 كان عام ذوي الهمم او عام القادرون باختلاف وبعدين توالت الحقيقة احتفالات كثيرة جدا مختلفة ومتنوعة وانتباه في الدولة وتغير في مؤسسات كل اللي حصل ده قد ايه فرق معاكي انتي شخصيا طبعا انا في البداية بهني فخامة الرئيس بحصوله على الجايزة النهاردة وده طبعا شرف كبير لمصر ولينا كزاوي احتياجات خاصة وزاوي الهمم طبعا بشكره على كل الاجتهادات اللي حصلت في 2018 لحد النهاردة وطبعا كان فيه طفرة كبيرة جدا في الاهتمام بزاوي الاعاقب في مصر وعلى رأسهم طبعا قانون الاعاقة اللي اتفعل بالفعل في 2018 وطبعا بشكر كل القائمين على تفعيل القانون وارجو برضو الاهتمام ان احنا نفعله بكل حيثياته عشان كل المهتمين بالزاوي الاعاقة ان هم ان شاء الله باذن الله كل معاقب في مصر ياخد حقه وطبعا دي حاجة جميلة جدا ان احنا زمان كنا اكيد كلنا كنا بنشعر بالتجاهل لكن النهاردة لا خلاص ما فيش حاجة سمع تجاهل احنا نسوينا بالاصحاء رياضيا اكيد وفي كل حاجة الحمد لله وده كنا بنطالب به من الزمان جدا ان احنا نكون راضيين مصريين عارفة على الشاشة دلوقتي اكيد يا فاطمة انا على الشاشة دلوقتي شايفة صورة جميلة ليكي مع سيادة الرئيس ورئيس يبدو يعني كان بيتكلم معاكي في حاجة في السورة دي كان ايه الحديث يا فاطمة يا مصر كلها بعد السورة دي كانت بتعرف انا انا هم تقول ايه السيادة الرئيس اه ايه اللي حصل بتقولي ايه يا فاطمة والله انا يعني حقيقي كنت بطلب منه ان انا يعني تعمل حاجة باسمي تفضل مخلدة طول الحياة وهو وعدني كده وانا طبعا يعني بكرر تاني الطلب اه انت كرياضية يعني اه كرياضية وطبعا هو وعدني انه يحصل حاجة زي كده وانا بشكره اكيد بشكره طبعا انه هو مهتم جدا من زوال احتاجات الخاصة خصوصا الاعقاط الزهنية طبعا هي فئة جميلة جدا ويعني التعامل معاها بيكون في سعادة غير يعني فوق الوصف بصراحة احكي لي يا فاطمة حاجة كده اخيرة قد ايه ده بكمان يعني بيروح على اسرتك وعلى الاهل وقد ايه بقى بيبقوا سعاداء ان هما كمان بازلين مجهود كبير جدا معاك وقد ايه انتوا كأسرة بتحسوا لا المجهود يعني في من يقدر هذا المجهود لما الدولة كلها تقدره وعلى رأس الدولة سيادة الرئيس اكيد ده فارق في البيت اه طبعا اكيد كل حد الحمد لله ناجح وراه اسرة بتدعمه فانا الحمد لله ربنا انا معانا باسرة يعني كتسبب في نجاح الغاية دلوقتي مستمرة في نجاح الغاية دلوقتي انا بقالي 29 سنة بلعب برفع اسكال الحمد لله حصلت على افضل رياضية في العالم وصاحبة افضل انجاز رياضي في العالم ست مدليات برالنبيا على التوالي اربع دهب واثنين فضة الحمد لله مستمرة الغاية دلوقتي طبعا بشكر كل عائلتي وصهم والدتي وزوجي واولادي واخوتي كل دولة احنا كمان بنشكرهم باسمك وبنشكر كل يعني الحقيقة اولياء الامور لكل شباب رياضيين وشبابنا واهلنا وولدنا وابنائنا من يعني داوي الهمم وداوي الاحتجاجات الخاصة الدقيب يدعموكو مشكرك جدا يا فاطمة واتمنا لك انه يبقى فيه حاجة باسمك لانك تستحقي بالفعل بشكرك جدا يا فاطمة وبشكر كل من دخل معانا من يعني الرياضيين واللي بيقدموا هذا المجهود الكبير والحياة بيحقق قولنا اوسمة وحاجة لطيفة جدا بعد الفاصل انا يعني عايز اقولكم سريعا حيكون عندنا النهاردة توقف مع كذا فقرة انا الحقيقة منتظرهم ومنهم فقرة خاصة انا بعتبره بطل يحيا انديل متلازمة داون لكن حقق المستحيل يعني انا معجبة به من قبل ما شوفه وحس ان انا هتعلم منه لما هيجي يحيا وينوارني هنا مع اهله كمان المجهود والمشوار وانه ازاي قدر يحقق هتشوفه يحيا وتشوفه اهله وتشوفه الصور وتشوفه الاسر ازاي بتبزي المجهود صدقوني لو بزلنا مجهود في البيوت علشان نقدم مواطن صالح او ابن صالح او مواطن تفخر بي الدولة واحنا نفخر بيه المجهود وعمره ما بيروح ابدا هتوقف الحقيقة عن عدد من الاخبار هتوقف معاكم ايضا عن موضوع مهم ملف مهمة قوي صحي في مصر وهو فيروس سي وان مصر قدرت قبل حتى المدة الخاصة بانتهاء ده انها تحقق الحقيقة انجاز طبي كبير جدا شهد ليه العالم هنتوقف ايضا معاه وعندي فقرة فنية لطيفة جدا مع فنانة الاستاذة عواطف حلمي بتقدم ادوار كتير ادوار مختلفة لا يهمها لا الاسم ولا الشهرة يهمها دايما ان يقولوا انها قدمت مشهد حلو انها ممثلة من الدرجة الاولى انها ممثلة شطرة وطبعا كرمها مهرجان القاهرة للدراما مؤخرا هنتوقف عندها وعندي فقرات اخرى في انتظاركم بعد فاصل قصير عودوا الينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ما هي إلا توثيق توثيق حقيقي للمجهود اللي بوزل في ملف فيروس سي الحكاية الحكاية بدأت خليني أروح معاك و2018 انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي واللي حصل إنه الحملة نجحت بالفعل قامت الحملة وقتها بفحص 80 مليون مواطن مصري للكشف حطوا خط تحت الرقم لأنه الرقم كبير لما يكون فيه بلد بتقدم خدمة لـ 80 مليون للكشف عن فيروس سي أمراض السكر ارتفاع ضغط الدم السمنة وكمان كان فيه تقديم لخدمة المتابعة والتقييم والعلاج مع مراكز العلاج المختلفة اللي حصل إنه الحملة بتاعت فيروس سي ما بقتش مجرد حملة بقت حملة وبقت علاج وبقت قضاء على الفيروس وده قبل انتهاء المهلة بعشر سنوات من قبل منظمة الصحة العالمية الآن زي ما بنقول وزي ما حضراتكم زي ما قلت لكم الصور توثق ما قامت به مصر مصر تعتبر أول دولة على مستوى العالم كله بتصل للهدف اللي وضعته منظمة الصحة العالمية لأنه أنتوا عارفين أن منظمة الصحة العالمية بيبقى عندها أهداف معينة وبيبقى عندها توقيتات معينة يعني ممكن تقول مثلا الفيروسات الكبدية هتبقى مثلا هديها عشر سنوات علشان يبقى في كل دولة يبقى عندها من المجهود أنها تقدر تفحص تقدم العلاج ويتم الشفاء أو التخلص والقضاء على هذا الفيروس ده اللي حصل مع مصر بس مصر نجحت قبل انتهاء المهلة اللي بتقدمها منظمة الصحة العالمية بكام بسنوات كثيرة جدا وده كانت المهلة حتى عشرين تلاتين طبعا هذه الإشادات العالمية والموجودة كانت الحقيقة إشادات كثيرة جدا ومتنوع بأنه قدرت مصر بهذا التعداد السكاني الكبير وبهذا الاختلاف ومش بس أنت مش بتعملها في منطقة محددة أنت بتلف مصر كلها بمحافظتها بقراها بنجوعها بكل الأماكن عشان تقدر تعمل هذا الحصر وهذا العلاج وتقدر تعرف أنت كمان قدرت تقدر تحصر يعني هذا الفيروس وهذا المرض وتقدم العلاج خلينا ناخد مزيد من التفاصيل دكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد مساء الخير يا دكتور سأل نوري فانلم أنا سأل بحضرتك يعني هذا الإنجاز اللي قدمته مصري في هذا الملف تحديدا ملف فيروسي والفيروسات الكبدية كلمنا عنه إزاي قدرت مصري بهذه الأرقام أن هي تنتهي أو تنجز هذه المهمة الصحية للمواطنيين هنا في مصر وذلك قبل انتهاء المدة بعشر سنوات هو موضوع بيروسي هو موضوع قديم قوي داخل قطاع الصحي في مصر وكان دايما بمشكل مشكلة صحية كبيرة في المجتمع الصحي وكان بيبقى لي مرضوض طبعا على مرضوض اجتماعي ومرضوض اقتصادي على القطاع الصحي والدولة المصرية ابتدى الموضوع من سنوات عديدة من أول مسح طببي تم في 2008 وشاف أن ساعتها كانت أعداد السكاني حوالي 75 مليون كان نسب الإصابة داخل المصريين حوالي 15% المسح دا اللي تعمل في 2008 كان مسح بسيط في أعداد عشرات الألاف من المرضى وعلى مستوى الجمهورية ووصل الأرقام تم عدت المسح دا تاني 2015 وكانت النسبة أعلى لأن عدد سكان ذات بس كانت النسبة الإصابة حوالي 10% فكان في الوقت دا ابتدت تظهر الأدوية المباشرة لضد الفيروس والدولة فعلا من 2014 ابتدت توفره بأسعار مزعومة بتوصل لواحد في المية من سعره العالمي إنما كان فيه مشكلة حقيقية موجودة أن اللي بيكتشف المرض بيتعالج بس ما زال في ناس كتيرة لا تكتشف المرض لأن الفيروس دي ممكن ما بقاش فيه أي أعراض ويتم اكتشافه بالصدفة أثناء أي فحص طبي سواء للسفر أو للعمل أو خلاف يعني كان المريض ممكن يبقى موجود وعائش ومش عارف إن هو حامل لهذا الفيروس أو عنده هذا الفيروس دا معظم الحالات وده كانت مشكلته إن هو مش عارف وبالتالي ما بياخدش إجراءات احترازية وده في حد ذاته كان بيزود نسب الإصابة لأن إحصائيا للنموذج الإحصائي اللي اتدرس في الوقت ده إن المريض الواحد المصاب ممكن ينقل المرض لثلاثة آخرين صح لا فبالتالي الأعداد بتزيد ومهما فيش وضع حقيقي نقدر نتعامل معه الدولة اشتغلت عددت قطاعات وحطت خطة في اللي هي مبادرة 200 مليون صحة للقضاء على بيروس دي لعشان تقابل الجولز أو الأهداف بتاعة منظمة الصحة العالمية 20-30 وكان أهمها أكبر مدف طبي حصل في التاريخ على المرحلة الأولى اللي هي كانت على جميع محافظات مصر حوالي 50 مليون مريض وامتدت بعد كده لأعمار أقل العمار سنية أقل في المراحل بعد كده في طلبة المدارس وفي التأمين الصحي وخلوق ابتدى لما ظهر ما تم عمل المتح ده في ستة أشهر لحوالي 50 مليون مريض طبعا دي كانت سابق طبي محافظات على مستوى العالم والجميع الدوريات الطبية والعالمية رصدت ده وخادت التجربة المصرية في جميع المحافظات الدولية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو حتى نموذج نقدر نطبقه في الدول الأفريقية ودول الشرقية تمام عموما يعني أنا الحقيقة سعيدة لأنه حتى الصور اللي احنا تبعناها والصور اللي بنشوفها بتأكد على أننا لما بيكون عندنا ملف ونقدر نديره بهذه الكفاءة بتدينا كمان يعني اطمئنان بأنه يعني ملفاتنا الصحية في أيدي أمينة أن احنا نقدر ونبقى قادرين على المتابعة وأنه هذا الفحص اللي شمل جمهورية مصر العربية كلها وحققنا فيه هذا الإنجاز يطمننا بشكل كبير جدا بشكرك جدا دكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد على هذه المدخلة وده أيضا من الأشياء اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من حيث الإنجازات لأنه صحة المواطن المصري مهمة وصحة المواطنين أكيد مهمة والدولة طول الوقت بتولي اهتمام لهذه الصحة لأنها من الأشياء المهمة جدا تعالوا نروح أيضا للموضوع التاني اللي أنا عايز أكلمكم فيه هو الحقيقة يعني قبل ما أبدأ أقولكم إيه اللي حصل فيه بالزبط لكن هي فكرة العمل التطوعي فكرة العمل التطوعي دي تبدأ إزاي يعني زمان أنا شايفة يعني أنا من جيلي أنا فكرة كويس قوي والدي يعني كان بياخدني أنا وأخويا علشان ندخل في فريق كشافة علشان نتعلم حاجات كتير جدا تخلينا نقدر نتطوع في حاجات كتير يعني عندك تطوع في أشياء كتير وبعندك القدرة وانت طفل صغير عندك الفهم كمان كتير من الشباب دلوقتي لما بيروح مثلا لإنترفيو في شركة أو في مشروع أو في مؤسسة عشان يفضلوا مثلا ما بين شاب وشاب حيدخل مثلا في عمل ده واخد شهادة ودرجات عالية ده شهادة ودرجات عالية يبدأوا يفضلوا لحد ما يوصلوا لو حد عنده شهادة تطوع في عمل خيري مع دولته ومع مؤسسة حيبقى هو الأفضل والعالم كله الحقيقة بيصير في ده لأن العمل التطوعي ده عمل راقي ليه بيبصوا كده؟ بيبصوا إنه الشاب اللي بيتطوع ده إذن هو قادر إذن هو بيدي من وقته لدولته أو بيدي من وقته للناس عنده يعني مشاركة ومساهمة اجتماعية نبيلة فبالتالي حيقدر ينجز في مؤسسته أيا كان حيشتغل إيه فشوفوا قد إيه قيمة العمل التطوعي لما تبقى شهادة زي دي تخليك أنت تحصل على وظيفة وتبقى أفضل من حد تاني مش بس الدرجات العلمية ومش بس التفوق العلمي أو أيا كان لكن حتى شهادات التطوع وده اللي أنا بحلم به بعد ما أقولوكم الخبر ده تنفيذا لتوجهات السيد رئيس لمؤسست حياة كريمة بعقد ندوات توعوية وتعريفية للطلاب المدارس والجماعات اجتمع المجلس الأعلى للجماعات مع وفد من مؤسست حياة كريمة لبحث سبل تعزيز مشاركة طلاب الجماعات في مشروعات حياة كريمة من خلال التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان من أجل التعريف بالمشروع القومي في كافة الجماعات والمعاهد والأكاديميات وده أنا بعتبره شيء جيد جدا يعني مؤسست حياة كريمة الآن بتشتغل على الأرض في محافظات مصر كلها وبتقوم ببناء الإنسان زي ما بناء المكان للإنسان بناء الإنسان نفسه عقله الوعي العام بتاعه حقه في المعرفة حقه في إنك تقدم له معلومات إنك تزيد من مسألة الوعي كلما زاد وعي الناس هتلاقي حاجات كتير قوي مهمة في المجتمع تبدأ تتلاشى وقد تختفي لأن لما كون أنا عندي وعي أنا واعي هقول لا لا ده ما ينفعش لا الشائعة ده غلط لا الكلام اللي بيتقال ده مش صح حب أنا الراجل فاهم طيب لما أبدأ أنا ده بقى مع الأطفال والشباب شوفوا قد إيه أنت بتبني مجتمع من النشأ ومن الشباب فيطلع المجتمع ده كمان هو مادد إيده للدولة وهو فاهم إنه لازم يشارك مش فكرة إن الدولة لازم تعامل لي وتسوي لي وتحضر لي بيت أسكن فيه وتزبط لي الطريق وتعمل لي كل حاجة أنا بقى كمواطن دوري إيه اجتمع وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي مع وفد من مؤسسة حياة كريمة واستعرض وفد المؤسسة خلالها في الاجتماع مقترح بمشاركة المؤسسة في نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوع في المدارس حيكون ده بقى بالتنصيق مع الوزارة وطبعا وزير التربية والتعليم ويتضمن أيضا تدريب سفراء للمبادرة من مختلف المحافظات على أهداف البرنامج والتوعية بالقضايا الوطنية والمشروعات التي قامت بها المؤسسة وأنا بأعتبر ده كمان حاجة حلوة قوي يعني حندرب شباب والشباب دول حيشتغلوا أمه كمان يبقوا متطوعين خد بالك لما يبقى عندك شباب كتير متطوعين في المحافظات في القرى في النجوع هو مش بس الشاب ده حيبقى الشاب وأهله يعني هيقول مثلا في البيت أنا متطوع مثلا حعمل مثلا حكون مع الحملة اللي بتدي توعية للمواطنين وأنا اللي حشيل الورق وأنا اللي حضبع الأشياء وأنا اللي حبقى موجود أنا متطوع مثلا في قصر ثقافة مع حياة كريمة فحتلاقي الشاب ده مع أسرته الوعي حيلف يعني مش بس الشاب ودي أعتقد حاجة جميلة ولطيفة جدا إنها تبدأ تبقى موجودة كمان في المدارس طيب زي ما أنا قلت لكم هروح على الخبر التاني الخبر التاني هنتكلم فيه على شائعة والشائعات كتيرة جدا جدا وده اللي أنا بقوله كل مكان عندنا وعي كل مكان عندنا فهم وإحنا كلنا كمان بنستعمل كل وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت أنت بتشوف المواطنين في كل مكان يعني بيشتغلوا على كل شبكات التواصل الاجتماعي فتيجي مثلا شائعة معينة فتلاقي واحد يقول معقولة يروح مشايرها أو مكلم حد أو أي لا وتبقى في النهاية هي إشاعة وإشاعة ممكن تعمل قلق يعني أحيانا يقولك إيه الإشاعة دي ممكن تعمل تكدير للسلم العام يعني تدايقك وتعملك تكدير وتخليك الله إيه ده أنا حقا زي الشائعة اللي موجودة دي واللي انطلقت وبتقول إنه وجود نقص في سلع مهمة زي الرز السكر وطبعا ده مش حقيقي ده اللي خلى على طول وزارة التموين بنفسها يعني شددت على توافر كل كافة السلعة الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز السكر ومشيرة كمان وأكدت للناس إن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر ونصف يعني عندنا ستة شهور ونصف من المخزون موجود كمان توافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر يعني ثلاثة شهور من الرز كمان موجود وده بيأكد إنه الشائعة اللي بتقول فيه نقصة أو فيه مشكلة دي يعني إشاعة ليس لها مكان خالص من الصحة وده اللي بيزيد وعي الناس الأكتر كمان إنه الناس اللي عندها وعي بقى لما تلاقي ده تكذب يعني تبذل إنت مجهود هتبرو يا سيدي عمل تطوعي تدخل حضرتك على مثلا أي حاجة من الوسائل الاجتماعية دي وتقول يا جماعة سمعت كذا 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 وده كلام فارغ وأنا لسه مشتري وشايف بنفسي الحاجات دي وكل الأشياء موجودة عموما الدولة لا تمل ولا تكلها طول الوقت منتبهة لكل شائعة ولكل شيء غير صحيح أن تكذبوا على الفور خلينا نكمل معكم بقى فقراتنا التسعة للخميس مزال عندي فقرات الحقيقة منتظرة تفعلكم بس حتى بالمشاهدة والمتابعة فصل قصير نعود ونستكمل معكم بعد قليل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمودوا يشايا اشتركوا في القناة عملت عملية هارد، عملت عملية رجلي، عملت تونسي اتومي فكورت سيفي حياتي، ساكريت حياتي أول مرة عملت عملية هارد الحمد لله، أنا كويس أنا عملت عملية هجلي وكبست أول مرة حتفارت مع عارتي، أنا سوية، أول سنة عارتي أعمل وحتفار بي أول سنة أنا مستفايتر هذا المتحدث الشاب الجميل كان الطفل جميل، يحكي قصته، يحكي المصاعب، بيحكي الحكاية بدأت إزاي؟ بيحكي يعني من أول ما هو، يعني الأشعاعات الأولى اللي هي للأم وهو جنين، بيحكي المشاكل بدأت إزاي؟ من قلب مفتوح لعملية في الرجل، لخروجه للحياة، مصاعب في مصاعب وراها إنجاز ورا إنجاز يحيا أنديل، نموذج لمتلازم الدون ولكن بطل، يحيا يبدو إنه أخذ من اسمه كتير، يحيا يحيا بسعادة وببطولة وبهمة من داوي الهمم ولدته هي كمان أنا بشوفها بطلة، ما قلت لياحيا ماما بطلة، وإحنا كده في الستوديو قال لي لا، قلت له طب شطرة قال لي آه، لأنه عنده البطل هو البطل الرياضي، وولدة يحيا الأستاذة هدى سليمان دحروق مساء الخير، أولاً لماما يا يحيا، فإحنا خلينا نقول لماما من ورانا ومساء الخير، وبنشكرك على هذا البطل شكراً لك، من ورانا، يحيا مساء الخير يا يحيا، ده أنت ممكن تنافسنا، أنت عندك انطلاق وأنت بتتكلم، صح؟ يعني تحب تبقى موزيعة، آه ممكن، كنت عامل بريزنتيشن حلوة، دي كانت فين البرزنتيشن دي؟ شديدين سيدا، إنه ستوري، ستوري قصتك، قصتي على عشان ما دعملية فن هوبنهايت أول بعدين، أعيوة، عملت قلبي مفتور، مشكلة في رجلك، ومشكلة في رجلك، وأنا بريست، وأنا بريد كلمة حياتي، عمال متلسأ، أنت سعيد بالإنجاز اللي عملته؟ أه، طبعاً، يعني أنت بطل وعلى فكرة أنا وأنت عندنا شيء مشتركين فيها، عارف إيه؟ نا، من حب السباحة، أنا سباحة زيك، أه، أنت بتقوم بريست ولا كرول؟ لا أنا تخلص بتيتي بريست، بريست زي شفت بقى أنا وأنت، وبلعب كرول، وبتلعب كرول؟ هاسبقك في البريست. إيه رأيك؟ أنا هاسبق. إنت هتسبقني أكيد. إنت هتسبق طبعا. وأنا موافقة. أنا زيك بحب السباحة وبطل السباحة أصلا. فشوف إحنا عندنا حاجات مشتركة هو. صح؟ إيه قصة يحيى مادام هودا؟ هو حكيها. أنتو جبتوا نبزة بينها. الحقيقة ده كان في مؤتمر زي تاديكس بس للسباشل نيز. ناس تاديكس اللي هما بيحكي قصة حياته. قصة حياتهم. فده كان تقريبا من ثلاث سنين أو أربع سنين قبل ما يدخل الجامعة حتى. وكان بيحكي قصته بنفسه. والحقيقة يمكن النهاردة قصة كملت شوية لحتة أبعد شوية. قصة يحيى أنه لما تولد أنا وبابا وما شفناش إن إحنا خدنا كل الخطات اللي في الأول والمشاكل السحية اللي عندنا بيها يعني. هو أصغر طفل يعني. كان في أطفال قبله. هو رقم ثلاثة في أسرتنا. وعنده ولدين أخين. ويمكن هو دايما كان شايف إنه هما أخواته رول موديل بتوعه. لعبه رياضة هو هيلعب رياضة. وإحنا كمان كنا شايفين إنه هو يعني هو ابتدى الدمج من بدري قوي. وخليني أقولك إن سر النجاح أو سر أي حاجة. الدمج نفسه. الدمج في أسرته الصغيرة. إنه واحد زي أخواته هيتعمله كل حاجة مطلوبة تسعده. والحقيقة هو في الأول كنا إحنا بنحلم هو عايز إيه. وبعد شوية هو اللي بقى بيحلم وإحنا بنحاول نحقق له حلمه زي وزي أخواته. حسن هو نجم العيلة. هو البطل بتاع العيلة. هو دايما بيعمل حاجات مش متوقعين بيعلي الاكسبكتيشن. يعني بيعلي مستوى. ديني بقى أمثلة كده في المشوار. لما كنا ندخل المدرسة. كنا ندخل المدرسة وإحنا مش عارفين الدنيا هتمشي الفين. 22 سنة ما كانش فيه مدارس دمج. ما كانش فيه قوانين. ما كانش فيه العهد اللي احنا فيه دلوقتي. هم حقيقي القادرون باختلاف العصر. الزهب يبتحهم زي ما بيقوله. صحيح. يعني في الوقت ده ما كنا. احنا بنواجه التحديات بنفسنا. احنا اللي بنحاول نقنع المجتمع بحاجات. بس الحمد لله هو توفق في مدرسة. ودخل السيستم الأمريكي. كان أسهل شوية في الدراسة بالنسباله في الدمج. وما كانش عنده مشكلة في المدرسة والطلبة. لا. الحقيقة دايما كنا احنا والمدرسة بنتعاون مع بعض. عشان نعدي ونتغلب على التحديات اللي ممكن تكون بتقابل. اذا كان ثقافة المجتمع اللي حواليه اذا كانت. بس المدرسة كانت مهيئة لده الحقيقة. وخلصنا يعني تخيلنا ان احنا نوصل لابتدائي. خلصنا ابتدائي. نوصل لعداتي. بيكمل. بيكمل. لحد ما وصل للديبلومة الأمريكية. الديبلومة الأمريكية. ودي صعبة. يعني صعبة حتى على الناس العادية يعني. صعبة بس هو دخل أكتر من تجربة. زيه زي بقية الطلبة. لغاية ما جاب الرقم اللي يأهيله للجامعة. طب. فبترينا نقول. هو ايه اللي انا عايزة ادخل للجامعة. زي اخويته. فبترينا ندور على الجامعات. والحقيقة ربنا وفقنا في جامعة يعني. أنا بكون لها كل الاحترام والتقدير. وعلى فكرة الجامعة ما كانتش فيها حاجة مختلفة ليحية. هو ماشي في السيستم العادي. بس كان فيها احتواء. كان فيها حب. كان زميله كانوا بيسعدوه جدا. وتخرج. وتخرج بالجامعة. يمكن دي الحفلة اللي تمت الأسبوع اللي فات. واللي ألقى فيها كلمته. وده اللي يمكن الفجأة لقينا ان الدنيا بصت للموضوع بطريقة مختلفة. أنا بقول إن فترة الجامعة وفترة الدمج دي عمل التوعية جمدة جدا. وعشان كده أنا بينايشت بالدمجة قوي. لأنه بيفرد التوعية. وبيشوفوا قد إيه الولادة عندهم حاجات ممكن يطلق. وهنا هي فكرة قادرون باختلاف. إحنا قادرون. بس إحنا مختلفين. لكن إحنا قادرون. هو السلوجن الجديد بتاعي يحيا. We are all different. ويمكن دي كلنا مختلفين. أنا بتتفق معك يحيا تصور. We are all different. يعني أكيد أنا مختلفة عندك. ماما مختلفة. مصورنا مختلف. إنت نفسك مختلف. بس قولي مختلف في إيه؟ بنبقى مختلفين عن بعض في إيه؟ إنت شايف إيه؟ ليه قلت إحنا كلنا مختلفين عن بعض؟ وجهة نظرك إيه؟ عشان أنا مختلف. مختلف بس شاطر. أنت بتبقى سعيد لما بتحقق البطولة ده. وأنت رايح النادي ونازل واتحقق البطولة. عشان أنا براحة عشان بقى البطولة. عشان بقى الناس كل يوم بقى دمين. عشان هدعب أكتر كمهودي. عشان الناس أجيب أكثر أرقامي. عشان رايح أرقامي عشان أنا أدخل البطولة جاية. يعني بتحب أن أنت تجيب أرقام عالية فتبقى تحطم رقم معين وتروح على الرقم اللي بعد. أنت ماما بتقول أن أنت كنت بتفاجئهم دايما. يعني كان عندك مفاجئات في البيت. أنت اللي كنت بتتحدى كل حاجة. صح؟ أي. كنت بتحب تعمل حاجاتي. كل حاجة أنا اتبندت واحدة. هو معتمد على نفسه. هو شايف أن هو مختلف عشان بيعمل تدريبات كثيرة جداً. وبيذاكر كثير جداً. فهو شايف أن هو حتى عن إخواته بيعمل مجهود أكتر. وأن هو مختلف في القدرات اللي بيحاول يطلحها. صحيح. في النتائج وفي المدليات اللي بيجيبها. صحيح. هو شايف اختلافه بطريقة إيجابية. طبعاً. مش بطريقة زي. عشان كده بيقول الاختلاف مش عيب. الاختلاف ده ميزة. طبعاً. الاختلاف بنكمل بعض. صح؟ كل واحد مختلف بميزة معينة. بالزبط. طب كلمني عن حاجة بقى يا حلم. انت قابلت سيد الرئيس. وأخدت كمان يعني تقدير ووسام. كلمني عنه. أنا شوفت الرئيس الفتاح سيسي. أقومني قبل بداية الجامعة. الجامعة السلاسكة. قبل الجامعة صح؟ قبل الجامعة. الجامعة واليادة بتاعتي. قبل ما تبدأ الجامعة. قبلت السيد الرئيس. أعتقد السيد الرئيس لو قبلك دلوقتي بعد الجامعة هيبقى سعيد بك قوي. طبعاً. لأنه لما قبلته اتبسطت. ادك كده حماس وادك. حماس كثير جداً. وكمان بحيث أنا موجود سنهاردة. والدام الجاية. عشان مبسوط بي عشان بروح أرقامي. وهو مبسوط تدخل الجامعة حاجة حلوة. فأنت سعيد أن أنت يعني هو كان مبسوط بأرقامك وأن أنت هتدخل الجامعة. وأنت دلوقتي دخلت الجامعة. خلاص؟ وتخرجت من الجامعة. فأنت عايز كمان أن رئيسي يعرف أنك تخرجت من الجامعة صح؟ أنا عايز أعرف أنت تدور على شغال صح؟ أو دور على شهق مجال. مجال. مجال سبويتس. عايز تشتغل في الرياضة لأن إنت درستك في الأدارة في الرياضة صح؟ الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية على فكرة موهمة جداً، يعني أنت تتبع الكورا مثلاً بيتتبعاً الأنظمة الرياضية المختلفة. أهم مشكلة مثلاً في كل الأنظمة الإدارة، ومعالك صح؟ فأنت عايز تشتغل في حاجة كدة. وتساعد فيها مظبوط نفسك في ده هل هو بدأ فعلا يقدم بقى يحيى ويشوف مجالات ابتدأ يقدم وابتدأ يشوف وما بنقوله إيه الحاجات اللي هو عايز يروحها وكده هو حابب أو يشتغل في مجال الإدارة الرياضية لأنه هو كمان هو بيحب الكورة وبيحب اللعيبة وعنده ثقافة عالية في المجال ده كمان غير أنه هو برضه في السباحة فكل الحاجات دي شايفها الاستادات والملاعب آه فعايز يشتغل في حاجة كده فهو عايز يشتغل في هذا المجال لأنه حاسس أنه هو جوه المجال ده درسه وعاشه وعاشه وبطل رياضي ما اللي بقول درسه وعاشه دلوقتي خليني أقول أنت دلوقتي أنا ممكن أقول نيابة أنا عنك يا يحيى نكلم كل اللي بيسمعونا في المؤسسات الرياضية وبالذات في المجال بتاعك يحيى تخرج ودرس في المجال الرياضي في الإدارة وهو بطل يعني يسباح ونفسه يشتغل في المجالات دي فأي المؤسسات الرياضية يحيى موجودة عندنا النهار ده في التاسعة ويسعيده جدا الانضمام لأي مؤسسة ويشتغل فيها ويقدم لأن مشروع تخرجك كان مهم صح اه أنا بعمل مشروع تخرج عشان بناعمل زي تونيشن عشان نجيب انشيوس عشان نعمل زي ندفع فاروي عشان نعمل زي أونلاين بلاتفورمز ان انتو يتدفعوا زي حاجات اللي بندفع بيها كل لها ومشروع تخرج على أونلاين بلاتفورم انهم يجيبوا دونيشن يعملوا ماركتنج تبرعات للانجيوس للجماعات الاهلية للجماعات الاهلية فازاي يزودوا التبرعات دي بطريقة ماركتنج للانجيوس بالذات الصغيرة صحيح والحقيقة المشروع بتاع التخرج بتاعه زمان له كسب الجائزة الثالثة في الجامعة يعني كمان يعني هو حتى لو اشتغل انت لو اشتغلت مع الشركة عشان يتزود مثلا الشركات الكبيرة اللي بتشتغل واللي يزودوا التبرعات عشان الناس تقدر تساهم في التبرعات دي ويدخلوا عليها ازاي أونلاين مظبوط وتبقى سهلة فانت ممكن كمان تشتغل في حاجة زي دي صح؟ يعني في الكنين سواء في الرياضة في الإدارة أو في المجال ده والله انا بتمنى من ممبر التاسعة هنا تيجي فرصة العمل ليحيا ونلاقي فعلا الناس بتتصل بينا وتقول لو سمحتم عاوزين يحيا يشتغل معنا ايه رأيك؟ اكيد ده هيحصل انا متأكدة انه هيحصل هو حاصل هو حاصل هو حاصل اه هو حاصل بس لسه احنا في مرحلة يعني هو حاصل حاصل الحقيقة حاصل انه يحيا هيشتغل فعلا يعني ان شاء الله ان شاء الله لا يعني انه في مؤسسات تواصلت مع يحيا وحيدا نشتغل انه نموذج كمل وبيتحدى طبعا فالحقيقة يعني ده خاص اكيد انا بقى عايزة اسأل ياحيا بقى انت بقى بتسمع مين يا يحيا فرج على ايه مين مطربك المفضل بتسمع مين غنى باسمع اخونا عمر تياب عمر تياب تحب عمر تياب وباسم مروان موسى مروان موسى طبعا و فرج على مين بقى فرج على مسلسلات بتحب مين نا مسلسل اه لا بفرج مسلسل تحب ايه افلام ايه مثلا فيلم انجلس انجلس او قرابي فيلم طب عربي تحب ايه احمد حلمي احمد حلمي اه براد بيت اه براد بيت طبعا مين ما يحبش براد بيت طبعا سبورت مين سبورت مين طبعا جيمس بوند بقى وحاجات بقى دي بتحبها برضو اه تحب الحاجات دي المختلفة طيب هو لسه بيروح بقى يعني نشاطه اليومي يعمل ازاي بقى بعد التخرج الرياضة ويعمل ايه انا بعمل ساعة بواحد مين وكل يوم الصبح عشان قابل هواح الجامعة بواحد مين كل يوم الصبح تروح التمرين كل يوم الصبح وكل يوم الصبح بعدين رجل على الجامعة التمرين ده بيبقى الساعة 7 الصبح بقى ستة الصبح ستة الصبح بتصحى خمسة الصبح بتصحى خمسة لوحدك ولا ماما اللي بتصحيك نا قولي الحقيقة انا بصحى واحد تصحى لوحدك بتعمل فطارك ولا ماما بتحضر لا انا بعمل فطاري بتعمل ايه بقى؟ بطبخ تطبخ؟ تطبخ ايه؟ بطبخ بيت بيت مسلوق بقى بيت مسلوق بيت أملاكت بيت أملاكت بيت اسكاربل اه يعني انت بتعمل فطارك بنفسك الصبح اه شنطتك على ظهرك وتروح التمرين وبقى انت طلع عالجمعة انا هاجر عالجمعة وبعد الجمعة ترجع عالبيت تزاكر هاجر عالبيت تزاكر اه معناها هخدى اه تتغدى طب لازم معناها هننبدري بتنام بدري بقى عشان تنشيط تصحى الساعة ستة الصبح بعد انا خلصت الجمعة اه اه انا سقول الكلمة الصحابي حابوني جدا طبعا وكمان بفاسوس كل الاسدزة كمان كل بفاسوس كل الناس بسعطونا كل حاجة يعني انت محبوب في الجمعة الصحاب والاسدزة والجمعة والجمعة بفاسوس بسعطونا كل حاجة من بعد من ثلاث سنين كلها اه في كل الثلاث سنين الناس كلها بتساعدك اه بسعطونا كل حاجة اه بسعطونا كل حاجة احلى حاجة فيك ايه يا يحيا ابتسمتك انت سعيد اه صح؟ يعني احلى حاجة في يحيا ابتسمته هو شخص سعيد يعني اه يعني انا الحقيقة انا سعيدة بك يعني سعيدة بحضرتك جدا وسعيدة بالاسرة كلها اكيد وبابا وماما صحيح يعني سعيدة لان انتو مش ممكن يحيا كان يبقى هذا البطل ولو الشاب الجميل المبتسم ده الا لو انتو بزدين المجهود ده وسي سعادة يحيا هدف وبقى هدف لكل ولادنا انه السعادة بتخلي البني ادم متوازن بتخلي البني ادم عارف يطلع احسن من عنده طبعا فهو ده كان هدف ان يحيا يبقى سعيد في حياته طبعا وان هو يبقى اندبندنت ما يبقاش عبقى على حد وده الحقيقة يعني جزء من المسار اللي احنا مشيناه في رحلة يحية انه ازاي يبقى وهو حتى بيقول انا انا معتمد على نفسي وهو شخص ملتزم جدا 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 فلو التزم برياضة بيلتزم بيها التزم بالدراسة بيلتزم بيها وبيسحل وحده خمسة الصباح بيسحل وحده ولو احنا اللي اتأخرنا بيتبقى مشكلة عندنا احنا مش عنده هو يعني لازم يبقى كل حاجة في معادها كل حاجة في التزمها ودي دايما حاجة بتحسابله في كل المجال اللي بيدخل فيه التزمه وجوده في البيت اضافة يعني واضح ان هو شخص لطيف ودمه خفيف لا لا وجوده في البيت سعادة برضو دي وجوده في البيت بيكمل سعادتنا كلها بيساعد مين في البيت؟ انا حاسها ياحية بيساعد في البيت بيساعد ايحد بتاعد مين يا ياحية في البيت؟ انا بيساعد مامتي ببايا أخواتي بتاعدهم كلهم ولو شوف تحد في الشارع بتساعده تساعد برضو اصحاب زيك. مين اصحابك؟ مين اقرب اصحابك؟ اصحابي تول سبورتس. ابطال رياضة. ابطال رياضة بتوعي. مين اسمهم ايه؟ علي عشناوي. علي. علي جبيلي. كلهم علي. ومحمد حزم. كريم جمع. شاطرين زيك وابطال. اه ومنايا ويوسف حميدو. اه. وبيستنوك في الدمرين وبيبقوا وانت يعني انا يعني وعنده بقى عايش هو يحيى عايش حياة طبيعية جدا ولطيف. واصحابه بياخد مواعيده بيخرج مع صحابه هو اللي بينظم. هو اللي بيعمل كل حاجة ويقابلهم في النادي. هو هو عايش حياته بطريقته اللي بتساعده. خلاص وصل للمرحلة اللي ما بقاش فيه طول الوقت رقابة عليه او اي حاجة. او قلق عليه. او قلق عليه. لا خلاص. اه يعني انا الحقيقة زي ما انا عايزة انا فرحانة بيك اوي يحيى. بس فرحانة بماما والبيت. ويعني هما كمان عملو هما يعني شاطرين زيك. مش هقول ابطال انت علمتني درس انه البطل لازم يبقى رياضي. صح؟ اش احنا بنستخدمها على طول. او انا بقاصل بساعد ممتش اكتر واحد. اكتر واحد. هي ممتك تتحب اكتر واحد. صح؟ او. يعني ده احساس بتجيب هدايا حلوة في عيد الام؟ انا انا بخرجها عند ام. اه انت بتخرجها في عيد الام. ده شيء جميل. وبابا بساعدك وارده؟ انا بساعد باباك اكتر. بساعد باباك اكتر. ايه اكتر حاجة عجبك في بابا وماما بقى في المشوار ده؟ منو انت صغير لحد ما اتخرجنا من الجامعة. عايز تقول لهم ايه؟ مامتي بوايا. انا انا صغير. مامتي بوايا بعلم كل حاجة. انا بعملها في البيت. انا اخي واحد اه اخواتي. اصلا اخواتي بساعدونا كل حاجة. اه. معنا امامتي بتعب معي من. بتعبت معي طول الوقت. طول الوقت. انا في الجامعة ثلاث سنين. بساعدني على مشاكل. طبع. ساعدتك طول الوقت. طول الوقت. بابا بوضو نفسك السا. وبابا ساعدك وارده؟ بساعد كل حاجة. وكل سواب بوتين وتميني. وبوتيني كل في حاجة. بيوديك في كل مكان. في كل مكان. انت يا جميل يا احيا. انا سعيدة بيك جدا. وسعيدة بانك تخرجت. وسعيدة بانك بجد يعني عضو كده مشرف في المجتمع المصري. انت بتحب مصر؟ اه ايه. ايه ايه اللي بتشوفه في مصر بيعجبك؟ يا كتير. ايه اكتر حاجة بتعجبك في مصر؟ بتحس انك مصري وعملت حاجة مشرفة لمصر؟ اه طبعا. انا انا كله فيسبوك. كله سوز الميديا. كله سوز الميديا. ما عفوني ازاي يحيا انديل. اه ان انت يعني مثال. يحيا انديل ده مثال في مصر وفخر المصر. اه طبعا. عصان انا اخرجت من الجامعة وكلعت يوم السابعة. اه يعني كل الناس خدتك على الهواء. كل الوسائل الاعلامية خدتك على الهواء. يحيا مشرفة. حفلة التخرج عشان هو ادى سبيتش في حفلة التخرج. اه. عمل حديث. اه. وبينادي طبعا بالدمج. يعني محور الكلام برضو ان هو بينادي بالدمج. طبعا انه كل الاطفال والاولاد يكون فيه الدمج. لانه هو اللي هيعمل الحالة الجميلة اللي انا شايفها. يحيا بص كده معايا على الشاشة. هنحط كده صورة. سايف الصورة دي حلوة ازاي? اه. طب انت شكلك كنت بتقول حاجة للرئيس وهو بيسمعك. اه. كنت بتقوله ايه? انا بقوله حاجة ساعة. كنت مبسوط? انا مبسوط جدا. طبعا صورة تحب تكررها? تحب تاخد الصورة تاني مع سيادة الرئيس? بعد تخرج الجامعة ده بقى. انا نفسي يشوف تاني. نفسك تشوف سيادة الرئيس تاني. اه. طيب انا هستأذن زملائنا كده هنا. والكاميرا كده ها جايباك. انا عايزك انت تقدم الرسالة دي للسيادة الرئيس وتقوله ان انت خلصت الجامعة. عشان ان شاء الله في المؤتمر القادم بتاع قادرون باختلاف تبقى موجود. وتطمنه لان هو كان عايز تطمن انك خلصت الجامعة ولا لا. في ايه رأيك تحب تقول ايه للسيادة الرئيس? في الكاميرا بقى بتاعتك كده هناك. تفضل ياحي. اتجاه ماما كده. اقول بقى اللي انت عايزه. انا بقول حمده اللي خلصت الجامعة. انا عايز اوصل كل حاجة انا بعملها. اه فانت يعني بتقول للرئيس انك خلصت الجامعة وعايز تتخص بقى خلاص في مجال الدراسة بتاعتك. انا سعيدة بيكو جدا بجد اسعدتوني. وانا يعني حاسة كده انه يحيى ابن المصريين كلهم. يعني وابن كل الناس اللي بيتبذل مجهود ويطلع حاجة مشرفة مشكورة جدا جدا. شكرا لهدريتك. لا لا شكرا عاستدفسك ليحيى والبرنامج. يعني مدام هو ده انت نفسك رو مودل. انت نفسك فخر. لا الحقيقة. لكل انا بذكر انا بذكر امامتي امامتي بواريه اكتار. ايوه. انا بذكر اخواتك كلهم تعبوا معاك. وكل من استعبوا معيك.ille من 그 وصحابي. بس انت كمان كنت مشرف. اعم انت كمان عملت مجهود. طيب انا أنا دلوقتي زي ما طلبت منك تقولي الكلمة وتطم نسيادة الرئيس عليك لشان كان قالك لازم تخلص الجامعة أنا عايزة أيضا نفس الكلمة من أستاذة هدى تحبي تقولي على فكرة عايزة أقولكو خبر تحرف أن نسيادة الرئيس النهاردة أخد جايزة من الأولمبيات الخاص وجايزة علشان هو جايزة ما بياخدهاش غير الملوك والرؤساء اللي بزلوا مجهود مع قدرون باختلاف أنت عارف أن الرئيس أخد جايزة كبيرة النهاردة؟ لا أنا شفته في تفزون فأنت عارفت أنه أخد جايزة فالجايزة دي عشان الاهتمام اللي بيقدم الحقيقة تحبي تقولي أنت إيه كمان بقى أنت تقولي إيه أستاذة أنا يمكن بناموذج يحيا بدعوا أولا كل الأهل أنهم يأمنوا قوي بولادهم وأنهم ما يقفوش عند حدود معينة لأن الحدود مفتوحة وكل ما بنمزل مجهود كل ما بيبان دوت على الولاد لأنهم كمان في عصر زهبي يمكن كمان عندهم الرئيس الحقيقة والدولة دلوقتي بقتدعمة جدا 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 فالفرص متاحة أكتر بكتير من عهد سابق وده يمكن بشكر عليه سيادة الرئيس جدا أنه فتح المجال والاهتمام والتوعية في هذا المجال طبعا قادرون باختلاف والمؤتمر اللي بيحصل كل سنة والقائمين عليه عاملين مجهود رائع كبير ومخليين زي ما بيقولوا إيه العين والرؤية بقت مختلفة صحية القدرات بتاعت الولاد بانت طب أخر كلمة من ماما هدى ليحيا بقى اللي هو بقى مشرف النهاردة بعد تخرجه تقولي إيه يحيا كلمتك الأخيرة بقوله فخوضة بيك قوي يا يحيا وسعيدة بيك ومنتظرة منك حاجات أكتر وأكتر وحاسة أن أنت لست هتكسر الدنيا أنت لست في البداية فمنتظرة منه كتير وطبعا بحبه من هنا للدنيا للأمر ونرجع تاني أيو أكيد أنا كمان بشكرك جدا الحقيقة بشكر كل أسرتك ممثلة فيك موجودك معنا في الستوديو بشكرك جدا يا يحيا وأنا جاهزة أنزل معك السباق بريست بقى لبريست الله يلا بينا تمام الله يلا بينا أنا بشكرك جدا يا يحيا ودايما للأمام المرة الجاية بقى لما أشوفك هتكون قاعد معايا تقولي بدأت تشتغل شوال الله معايا تقول الكلمة كمان عادة هذه الثالة عشان الثالة أكبر أنا عايز كل كل الناس تعولي وسأنا هدخل بطولة فرنسا 2023 عشان هو أيوة 2023 هو في منتخب الاتحاد الأعقاد الزينية عشان بيؤهلوا إنهم يروحوا فرنسا 2023 فهو دلوقتي في التحدي بتاع أنه يفضل مكمل على أرقامه عشان يفضل في المنتخب عشان يتأهل لفرنسا بيقول للناس كلها إدعولي عشان أتأهل الناس كلها هتدعي لك وإحنا هنتبعك وإن شاء الله تدخل وتبزي المجهود أنت هتبزي المجهود أكتر بقى الأيام اللي جاية عشان تقدر تروح البطولة هتبقى في باريس وتقدر تروح بإذن الله يعني أنا بختم حقيقة الفقرة دي بس سعادة غير طبيعية شيء فخر وحاجة جميلة وحاجة حصلة في مصر وفي بلدنا وأسرة مصرية ورئيس الحقيقة بيتبنى شيء كان مهم قوي شيء كان على الهامش في المجتمع بقى على أول المائدة المجتمعية وعلى اهتمامات الدولة والحكومة عشان يخرجوا شباب زي يحيا زي الفل ينضموا المجتمعهم ويبقوا فاعلين ومشرفين يحيا أنا يعني هشكرك بس أنا عايزة أقوم بنفسي أقف وأشكرك وأسلم عليك بنفسي تقبل ده بطل عظيم خليك أنت رسيها يحيا نورتيني نورتيني بجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني حقيقي مهرجان القاهرة للدراما عمل لفتة لطيفة جدا وكلنا تبعناها وهي تكريم تكريم مبدعين تكريم فنانين حقيقيين تكريم من غيرهم الفنانين دول يعني المشاهد لا تستقيم يعني ما أنت عندك المشهد الدرامي ده اللي بيبقى فيه عناصر كتير جدا أهمها يعني أو اللي بيقدر يجسد جمال المشهد هو الفنان والممثلين في المشهد ومش بالضرورة بس يبقى النجمة أو البطلة أو البطلة لكن فيه نجوم أيضا يعني نطلق نحن عليهم الممثل الممثل المهم هم يحبوا لقب الممثل لأن هو بيجسد شخصية ممكن يطلع في دور صغير جدا بس يبقى من أهم المشاهد سواء في الفيلم أو حتى على المسرح أو حتى في التلفزيون وفيه نجوم عظام جدا عملوا دور أو اتنين أو بدأوا بدور أو اتنين أو حتى لما يبقوا نجوم يرجع يعمل ضيف شرف لمشهد واحد ويبقى مهم جدا المبدعة اللي في ضيافتي الآن الأستاذة الفنانة عواطف حلمي اللي بدأت من يعني من التمثيل من معهد العالي للفنون المسرحية بعد كده التحاق بمسرح التلفزيون مسرح الحكيم المسرح الحديث فنانة جميلة زوجة لطيفة عائلة فنية وانطلقت ولكن لم تبحث أبدا أنه اسمها يبقى مكتوب فين أو الدور حجمه إيه المهم أن كل مشهد بتقدمه يكون فعلا مشهد بيؤكد على إبداعها ضيفتي الفنانة المبدعة عواطف حلمي مساء الخير مساء الفلساء النوري حبيبتي مساء الخير عليكي أولا يعني يكلميني عن هذا التكريم في المهرجان كنت متوقعة هذا التكريم؟ لا والله ما كناش متوقعينه بس دي لفتة جميلة جميلة من الدكتور أشرف زكي يعني 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 سننا خلاصة يعني إحنا نعتبر دلوقتي معتزلي فشيء جميل إن في هذا العمر وهذا السن إن حد يجي يقولك متشكرين يعني ليك يعني فكانت يعني لفتة جميلة وعظيمة من الدكتور أشرف زكي يعني طب تعالي نرجع كده في السنين يعني أنتي بتمثلي سنوات طويلة جدا والتحقتي بالمعهد العالي الفنون المصرحية وانطلقتي من سنة 62 تقريبا تعيينت 62 بس نتخرجت 63 بس تعيينت في مسارح التلفزيون 62 هنا في التلفزيون المصري كانت المسارح كانت في الهسابير في الهسابير كان المقر في الهسابير المقر كان في الهسابير طيب وفكرة أول الأعمال اللي عملتيها على المصرح كانت في قلوب خالية كانت مصرحة قلوب خالية أهم أستاذ نور الدمرداش أيوة طبعا أستاذ نور الدمرداش المشوار ده يعني عمرك يعني أنا دايما بقول أنه الفنان المبدع مش بيهمه اسمه يبقى قدقي أو الحجم الدور قدقي مهم هو هيعمل إيه بالزبط أسلح يعني أنت بتخش لو قلت جملة قلتها حلو بتثبت الناس بتحس بيها بتوصل للناس لما بتقوليها من القلب بتوصل لقلب الناس فمش شرط تكون جملة جملتين مشهد مشهد ما كانش دايق لئك أبدا لا أبدا خالص كنتي حابة تمثيل نوع من أنواعها الهواية يعني أو يعني حباه حباه زي ما هيجي الدور بتقبليه ما كانت لعنتك يعني أي دور كان يجيلي لازم أعيشه يعني كنت كان اللي يرحمه فهم أستاذ فهم الخولي كان يقولي يا عاطف أنت لما بتاخدي دور صغير بتعملي حالة على المسرح يعني الغربة مع الأستاذ أحمد بدير كان دور الأم صغير إنما عملت يعني كنت بخش مش عارفة أقولك أنا كتلحالة عامل إيه وكانوا بيحبوني إزاي وكنت عايشاها وحاجة بين ووضحة لأنك بتقدمي الدور ده كل يوم فكرة جمل من أول ما كنت بتدخلي بتقوليها فكرة جمل كده من المسيحية أو من أي دور عملت مش فكرة مش عاربة يعني أنا عارفة أنت أول ما تدور الكاميرا ما بتنسوش قبل بس بنكون حافظين ومنا عارفة الكلام يعني مين من الأجيال بتاعتك اشتغلتوا مع بعض من الفنانين طالعين الأستاذة هالة فاخر الأستاذة مديحة حمدي الأستاذ حسين الشربين اللي رحمه محمود الحديني دفعتي 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 في المعهد يعني مجموعة مجموعة يعني معلش بقى الزكرة طبعا لا أنت جميلة جميلة وأستاذة أنا شايفة هنا في التاريخ في مسلسلات تاريخية في مسلسلات حاجات دماء خفيف في حاجات يعني أنت في ليلة الحلمية الجزء الخامس كنت موجودة كنت موجودة آه كنت مربيت ابن صلاح السعداني الجديد اللي صغير اللي هو أصغر واحد اللي هو أصغر واحد أصغر واحد وحضرتي شوية من كواليس الحلمية آه يعني شوية من كواليس ولن أعيش في جلباب أبي ولن أعيش يعني مامة أحمد سلام أيوة كنت مامة أحمد سلامة رائع آه طيب وليلي الأجواء بقى في الكواليس الإحساس علاقتك بالنجوم علاقتك بالمخرجين كلميني بقى على الكواليس دي موسي أنا بتبقى علاقتي بالدور اللي أنا بعمله آه فقط لغير بعمل الدور حفزاء أخش أعمله يعني أنا سيئة قوي في العلاقات الاجتماعية آه يعني النهاردة عندي شغلة عندي الدور أنا واقفة قدام النجمة ده أو النجمة دي أعمل مشتدي آه أخد شنتتي وأروحها آه جليما وكلهم بيحبهم يعني الحمد لله يعني ما باشتغلش مع حدي يعني إلا يعني بيكون مبسوط يعني في حالي يعني آه بس طيب هل أقدر أقول إنه لأن أنت في حالك كان ممكن مثلا يبقى عندك يعني أدوار أكتر من كده وجود أكتر من كده ولا أنت حبيتي إنه أنا ما بسعاش ما كنتش بتسعي لأن ليه دي شغلانة لازم عشان المخرج يشوفك عشان المنتج يشوفك هو هيوزع أدوار على مين فلازم يحدي فأنا كنت بعيد يعني أنا مليش في الحتة في الحتة دي يعني أنا لما أطلب شغل لما كنا عايزة أشتغل يعني قاعد أطلب من ربنا أقول إنه عايزة أشتغل تلاقي الأوردر يروح يجيني الأوردر الشغل على طول بجد والله يعني أنا معايش نمرت مخرج ولا منتج ولا أي حال هم يكلمون كي أستاذ عواطف يكلموني أول ما أقول لربنا سهارات طب لما يجيلك الدور تقولي لا الدور ده مش عجبني أنا عملت الدور ده قبل كده أنا عايزة أعمل حاجة أخصة أنا بحب التمثيل أحب بقول كل حاجة لا 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 ما عندكيش اعتراض على أي حاجة لا 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 وكنت أمه جدة وأخت الأدوار ناس كتير أعملت الأدوار كلها عملت كل الأدوار كلها وسعيدة بيها في رقفة الهجان عملت أي جزء أول ما يسرى كانت جاية من بره ودخل الفيلا في مصر وبعدين فبتتعرف على الطقم بتاع الشغال في الفيلا أيوة أفر فأنا كنت أحدهم فقالها ديت والأسر قالها دي اللي حتتولاك يعني أي حاجة يعني هي تقدمها لك قدمت لها القهوة ورحبت بيها وكنت لسة صغيرة أه وانت لسة صغيرة برشا طب قوليلي علاقتك بقى بالفنانات إيه يعني مين كده حسيتي لا يعني دي لطيفة دي كتلزيزة معايا دي سألت علي كلهم والله كلهم والله اشتغلت أي من الأستاذة بيسر لدينا أكوال أخرى ستة جميلة جميلة طبعا طبعا كلهم استغلت مع الهام شهين كذا مسلسل برضو أنا علاقتي معهم يعني أنا حلوة يعني أنا ما بتدخل لجميتك المفضلة يعني مين اللي كنت تقولي يا لو يجي لي دور كده قدام فلانة حابقى مبسوطة سواء من القديم أو الجديد لا والله كلهم بان سنة كنت أتمنى بقى زي فردوس هابقى بفردوس محمد كان نفسك تبقي زي فردوس محمد الأم العظيمة دي أحبها قوي 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 وكان نفسك ما أنت بتحملي أدوار حلوة زي فردوس محمد يعني الحمد لله بس كنت شايفة نفسك إنك ممكن تبقي فردوس محمد عالشاشة يعني بس دور طب أنا هسألك على دور دول الفنانة أمينة رزق مثلا في حاجات كتير منها مثلا أريدو حلا فاكرة المشهد المهم بتاعها لو تم إعادة الفيلم ده تعملي أعملوا أنا كنت شغال إزاعة في استوديو ومدام سميحة كنت بشغل إزاعة كتير فسجلت مسلسل نفس دور دول الأم وسجلت وخلاص بعد كده وانا قاعدة في البروفات صلت البروفات قاعدة بسمع بسمع فسمع أمينة رز سمع كأمينة رز روحت اللي هو المسؤول فبقول له الصوت مين ده قالت ده صوتك أه أنت افتكرتي صوتك أمينة رز أنا افتكرت صوت يا أمينة رز معقولة ولبس لما جابني مخرج في الإزاعة عشان أعمل حلقة على أمينة رز عشان أقلت ده أقول توله ما أعرفش أنا طلع مني كده أنا طلع مني كده حب أني يعني لأن فيها الحتة الحنان والحب يعني الحب أنا عرفت أن أنت كمان جدة نور النبوي ابن الفنان خالد النبوي حبيم قلم يا رب مني بريك له ونور مبشر يعني نجمة كده يا رب يا رب ما حصلش بقى أن أنت تطلعي بقى جدته بقى الحقيقة في التمثيل يعني لسه خلو حصل زي ما ييجي زي ما ييجي لا أنا خلاص أنا خلاص يعني مش هشغل مش قادرت بس لو تعرض عليكي دور لي لا أنا شايفيكي جميلة ومشرقة يعني لو حاجة حبها وحلوة أعملها تعمليها إنما حاجة قليلك ده ما فيش داعي بس أنت أعملتي حاجات من إسمتي ونصيبي وده كان قريب من كم سنة لا لا ما أعملتش إسمتي ونصيبي روحت وستلامت وخدت النصفة آه بس ما كملتيش وما كملتش آه ما كملتش لو تعملي دور حاجة عن مصر تختاري حاجة إيه اللي تحبت أعمليه الأم الحنونة الأم الكبيرة المصر الأم الحنونة المصر أه من أكتر أم فنانة كانت تحجيبك على الشاشة يعني في أسماك هي فردوس محمد وبعدها أمينا رز آه ده الترتير آه ده الترتير آه فردوس محمد تحبيها أوي يا عزيز أوي 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 كريمة مختار كريمة مختار طبعا وكريمة مختار كان فيه ناس كتير الحقيقة عملوا الأدوار بصي الشاشة مليانة 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 يعني كلهم حلوين كلهم حلوين بس كل واحد له طعمه آه يعني بيختلف عن التاني إنما مش حد أحسن من حد آه إنما فيه حد ده له طريقة وده له طريقة صحيح وكل حلي وانتي تحترمي طريقة كل فنان آه طبعا إيه اللي بيعجيبك بقى بما أن إنتي بتحبي فاردوس محمد إيه أكتر حاجة كنت بتحبيها فيها في أدوارها اللي كانت بتقدمها اللي هي المأساوية آه كل أدوارها المأساوية أنا بيعيش فيها آه إنتي حاسة إنه إنه ممكن تجسدي الحزن أوي آه آه الحزن جدا أنا كان في المعاد يقولي البكاءة كان نبيل الألف أستاذ نبيل الألف اللي رحلو البكاء يقول علي بكاءة الدفع آه يعني إنتي الحزن سهلي إلى طول على طول آه الحمد لله لما الفنانة ساوسا بدرق وقفة على المسرح وبتقول المبدعة عواتف حلي حبيبة قلبي حبيبة قلبي أمام بقى كل الناس حبيبة قلبي والمهرجان ما نقول على الهوى الحمد لله والفنان يحيى الفخراني موجود الحمد لله شعورك كان عامل إزاي الحمد لله يعني مش عارشة مش أقدر أو صفلك شعوري واخد بالك بس سعادة وفرحة وحب وبعدين لما تلاقي الصالة كلها والناس كلها بتسقفلك وبتسقفلك جيلي اللي زي شيء جميل يعني شيء ممتع يعني مش عارشة فأقولك كان يونس عيد بالنسبة جدا 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 يعني كانت أحلى اللفتة حصلت في المهرجان طبعا إن إحنا في السن ده يقولوننا شكرا طبعا وإحنا كمان بنقولك شكرا أنا ممكن أسقفلك حبيبة قلبي أنا أسقفلك جدا وأقولك إن أنت مبدعة وإنت بتقدمي أدوار حلوة عاملة دور الأم وطبعا الجميلة فردوس يعني الفردوس أحمد أو الجميلة العظيمة أمينة رزق يعني أكيد أنت كمان عظيمة وعملت أدوار جميلة تفضل مصر دايما كده أولادة الحمد لله أنا عملت عملت عشر دقائق فيلم عشر دقائق لعملولي لأستاذ رام الجبري هذا الزمان أنا كل ما روح حتى يقولوني أنت عياطينا في لما رحت المغرب أكلموني عني قلت إيه عشانت عياطيني أنا كمان ونقفل بقى قلت إيه ما قلتش عيني بصت للكاميرا بس عيني دمايت وبصت للكاميرا فقط فقط لغير ما فيش كلام دي تي ري أكشن يعني كل الناس عياطت كل الدون آه يعني تمثيلاً يعني آه يعني الستة اللي بناها رماها وبتاعه وبتكتوية مستنياة وفرحانة إنه حتروح له وبعدين تفجأ إنه هو بيقول الستة دي وقدوها در مسنين أو وقدوها أي حتة فالنظرة يعني لو تشوفي النظرة دي يعني جابتلي الناس كلها فرحانة طبعاً احنا حنعمل المشهد ده حناخد الكاميرا حستأذن المخرج بتاعي حنعمل كلوز اوب لأستاذ عواطف وأنا حبلغك بالمشهد ده وحاخد الريأكشن بتاعك حنقلع النظارة الريأكشن يعني حنعمل هو مخرج حيديني الكيو وإحنا معنا مخرج برنا وحنقفل وأنا حقولك المشهد تحبي اسمك يبقى إيه في المشهد ده ستة خديجة أي حاجة ستة محاسن ستة محاسن أنا حقولك حاجة ستة محاسن فيه دلوقتي جالنا خبر وابنك قرر إنه مش هيقدر يجي زورك ولا حيجيلك وللأسف هو عنده مؤتمرات وحاجات وبيعتذرلك وجرتك حتوديكي دار المسنين ده أنا حعيط يعني أنا كده انت هتعيطي بجد ده مشهد تمثيلي من التاسعة طب انت هتعيطي بجد لا احنا مش هنعيط احنا هنلبس الندارة وهنبقى كويسين وده مشهد تمثيلي من التاسعة بس كده إحنا عشان عارفين إنه عندنا مبدعين انت مبدعة وجميلة وأتمنى إن انت تفضلي تقدمي وتبدعي لأن مصر ولادة وانت مش أقل من أي حاجة زي ما قالوا في المهرجان المبدعة عاطف حلمي أنا بشكرك وبكرمك زي بكل التكريمات اللي خدتيها ودايما للأمان نورتيني وشرفتيني شكرا قوي ليك يا بنا سعيدك طب يا بلاش الدموع بقى حاجة بقى مفرحة يعني حاجة حلوة كده المصر يعني الحمد لله تحبي شدي أكيد طبعا أكيد بتحبي شدي أي صح؟ جدا جدا خلاص أنا يعني هنكمل أنا وانتي الطريق مع بعض نكمل كلامنا وأنا حختم التاسعة بجد أنا النهاردة سعيدة كده في التاسعة يعني سعيدة بالشاب الجميل الصغير المشرف من أسرة مصرية سعيدة برئيس رئيس جمهورية مصر العربية اللي بيحاول طول الوقت رغم كل مصاعب الدولة وكل الهموم وكل الأزمات إنه يبقى موجود ويحقق أحلام أولادنا وأهلنا من زاوي الهمم اللي كانوا مهمشين بس ما بقوش بقوا في دولة كريمة مكرمة طول الوقت وقت انتهى معكم التاسعة يتجدد بإذن الله الخميس المقبل غدا تلتقون مع زميلتي العزيزة دينة عبد الكريم وأنا ألقاكم بإذن الله يوم الخميس تسبحوا على الفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر